مرحبا برج الدلو هذه قراءتك العامة رح نلقي فيها نظرة على وضعك المالي الصحي الحياة العاطفية وأيضا أي أخبار متوقعة أو تنتظرها من المستقبل أول كرتل رح يكونون تبع الطاقة العامة للشهر أنت أتوقع أول برج تبتدي قراءته بطاقة الخاصة كرت النجمة وهو كرتك الخاص الخاص ببرجك يا برج الدلو وتحت page of wands أو الغصن الصغير وهي أيضا طاقة نارية وجود هاي الكرتين مع بعركة طاقة عامة موجودة خليني أفهم أنت يا برج الدلو مقبل على شيء كبير شفت حجم النجمة مع أنها جدا بعيدة ولكن حجمها كبير أمنية كبيرة رح إن شاء الله تتحقق لك في المستقبل بداية بوادرها رح تكون شيء ضخم رح يظهر للعيان بعد فترة هو حاليا يبين أنه نقطة في السماء ولكن بعد فترة رح يضل يكبر ويكبر لحد ما يصبح مثل الخبر المنتشر بين الناس والترة يخبرك أنك كن حذر في استخدام طاقتك خلال هذا الشهر عندك الغصن الصغير يعني قاعد يقول لك في نفس الوقت لا تبدل الكثير من المجهود في الأشياء الغير مهمة وكن حكيم في أي جوانب أنت قاعد تسخر طاقتك هل في الأشياء السلبية هل في مثلا الغيبة النميمة الأشياء الغير مضرحتة في الكارما والطاقة تبعك أو تستخدم كل طاقتك من أجل تحقيق أحلامك لأن في النهاية أنت عندك طاقة معينة تقدر تستخدمها إما تستخدمها للخير أو للشر تستخدمها تركز على الآخرين ما يفعلون في حياتهم أو تركز على نفسك بغض النظر عن الظروف الموجودة الحالية إذا أنت مرتاح معها أو لا لكن عندما تدرك أن أمنيتك موجودة رح تبتدي تشوفها كأنه رح تقيدك في نص الليل رح تبتدي تشوف أن جزء من أحلامك تبتدي يتحقق لما يصير هذا الشيء كن حذر في استخدام طاقتك في توجيه طاقتك دائما طاقة النارس من السهل أنها تصبح سلبية وتنقلب إلى طاقة دراما أو عنف أو أشياء سلبية في الحياة مثل أنك تتكلم عن الأشخاص أصير عندك الأنا الأنا تصير كبيرة وجود هذا تحت هذا الكرت كرت النجمة يخبرني أن أحذر أيضا من الإيغو تبعك في الفترة القادمة لا تصبح كبير بسرعة في وقت قصير تدرج وخل طاقتك أيضا متدرجة دائما خليك متواضع مهما وصلت أو مهما بدأت الأمور تبين بالنسبة لك أنها سهلة قابلة للتحقيق لا يأخذك الغرور لا تأخذك العجلة وخليك جدا حكيم ثابت يعني ثابت في الأرض طاقة الأرض موجودة عندك في باقي القراءة ومهمة بالنسبة لك على الصعيد المالي وضعك جدا مبشر أنت حاليا جدا مشغول عندك ثمان الخماسيات وعندك الخماسي الأول وهو أكبر خماسي ومعنات البدايات الجديدة حاليا وإن لم تكن مشغول التار يخبرك أن من المفيد لك أن تركز فعلا فيما تعمل سواء كانت تجارة كان عمل هذا هو وقت الأمنيات بالنسبة لك هذا الشهر بداية الانتصارات القادمة فعندما تبسدي ركز مطلوب منك التركيز أنت كبرج هوا يسهل بالنسبة لك أن تضيع في الاحتمالات في التخيلات في الأفكار دائما الهواء طاقة العقل دائما يخبرك التارو أنه بالعكس احكس أو وجه طاقتك هنا يطلب منك التوجيه الصحيح كأنها يعني مثل سيارة أو سفينة عندك شيء كبير أمنية كبيرة رح تتحقق لك قريبا فمهم جدا أن تحافظ على التوجه الصحيح عجلة القيادة مهمة جدا أن تحافظ عليها تكون قوية تكون قريبة من الأرض وإلا يأخذك الغرور مثل ما قلت لك ركز فيما تعمل حرفتك تجارتك عملك ولكن أيضا يجب ثمان الخماسيات بهاي الشكل يخبرني النوع فيما تعمل يعني إذا احتمال عندك وظيفة ولكن أنت قاعد تبحث عن مصدر دخل أفضل ابحث عن وظيفة أفضل ابدأ لك مشروع في نفس الوقت ابدأ لك هواية هواية صغيرة ممكن تحولها إلى شيء كبير مع الوقت ولكن هو شيء انشغوف فيه في عامل الشغف شيء صغير رح يتحول ويكبر لك وصير شيء كبير عن طريق هذا الشيء رح تتحقق عندك هذه الأمنية وأيضا أبدأ دائما ثمان الخماسيات هي طاقة الدقة في العمل أبدأ أعطي كل طاقتك القادمة في العمل لأنه خلاص هذا بالنسبة لك تقريبا كأنها المرحلة مقبل النهائية عشان توصل إلى الأشياء اللي في بالك وتحت الثمانية عندنا الواحد هذا الدرب اللي أنت عليه حاليا ماشي أو إذا كنت تفكر أن تمشي درب جديد من ناحية المهنية من ناحية الأعمال هذا الدرب جدا مكتوب للتوفيق دائما الواحد هو دائما يعتبر كأنه هدية من الله سبحانه وتعالى بداية جديدة مقدمة لك ولكن عن طريق السماء رح تفتح لك باب جديد كبير رح تربح الكثير في وقت قصير من الثمانية إلى الواحد الكثير رح مثل اللي يختصر الجهد تبع السنوات كامل في فترة قصيرة يعني احتمال أنك صار لك سبع سنوات تعاني أو تحاول أن تخلق لنفسك شيء من الرخاء شيء من النجاح رح يكون مثل الكابسولة شفت شلون الجرعة كلها مختصرة في كابسولة واحدة صغيرة ولكن أثرها كبير هذا بالضبط وضعك المالي هذا بالضبط وضعك اللي رح تمشي فيه على الصعيد المهني بغض النظر عن الأمور اللي أنت قاعد تتوجه لها سواء تجارة أو وظيفة ثابتة هذا بالنسبة لك نعم إجابة موافقة على المدى الطويل فإذا أنت خايفة وأنت قاعد يتقارن نفسك الآخرين نجحوا خلال فترة بسيطة أنت أعرف أن نجاحك مكتوب لك يكون بهذه الطريقة مضغوط نجاح كذا سنة رح يأتيك دفعة في مجال جديد رح كله يختصر لك هاي التعب اللي مريت فيه كل هالسنين في بداية مشرقة جديدة على السعيد الصحية برج الدلو عندك أيضا طاقة أرضية ملكة الأرض ملكة الخماسيات وأيضا طاقة نارية ثمان الأخصان اجتماع يعني شوف بالنسبة لي بالعكس مفيد جدا وإيجابي جدا أنه ما لقيت الكثير من السيوف طاقة السيوف موجودة بكثرة عندك في القراءة وهذا بسبب أعتقد أنك مريت بمرحلة تطهير وانتهيت حاليا أنت إنسان عارف حالك واثق من نفسك متواصل مع نفسك وربك فأنت في مرحلة معرفة توقفت عن البحث عن الذات لأنه خلاص بالنسبة لك كأنما وصلت إلى شيء من تحقيق ذاتك عندك تواصل روحاني قوي وعرف نفسك لدرجة أنه خلاص وقعت عندك كرت ملك السيوف وصلت إلى المرحلة الختامية من معرفة النفس ومن النضوج في طاقتك الهوائية أنت نضجت فالحين بعد النضوج مطلوب منك أن تسخر قدراتك وطاقتك تجاه تحقيق أمنياتك ملكة الأرض في مجال الصحة تعني لي أن أنت جدا قوي وغير عن القوة الملكة هي طاقة وفية أكثر فألاحظ أن في الفترة القادمة اهتم بنفسك زيادة دلع نفسك شكليا جسديا حتى على المستوى الفتنس أو الرياضة اهتم في نفسك لأن أي تغييرات تجريها هاي الفترة حتى وإن كان على مستوى الشكل أو الجسد رح تبين وتظهر نتائجها بسرعة قلت لك عندك سرعة في النتائج أنت يعني كأنما الآخرين إذا كانوا يحصدون أو يحصلون على راتب شهري أنت كأنما في الحياة بشكل عام كان راتبك الشهري موقف أو تحصل فقط على جزء صغير منه والحين رح تحصل عليه كل دفعة واحدة فكن حذر كن متزن اتزانك مهم في الفترة القادمة ولكن هذا ليس خوف عليك فأنت أيضا نضجت لا أرى أن عندك أي مشاكل جدية أو كبيرة على الصعيد الصحي أنت قوي ولكن احذر شوي من أن تكون عاطفي أو تكون شوف في فرق بين طاقة الملك والملكة الملكة ممكن بعض الأحيان تنجرف وراء أمور غير مهمة طاقتك الجسدية ضعها فقط في الأمور اللي تخدمك ومهمة جدا بالنسبة لك أنت مقبل على مرحلة تحتاج فيها كل ذرات طاقة من أجل أن تحقق احذر أن أنت ما تبدد طاقتك على أشياء غير مهمة وقت الراحة راحة وقت العمل تكون جدا منظم وتنجز العمل على أكمل وجه في الوقت المناسب وهذا أيضا من التحديات اللي واجهها برج الدلو لأنه برج هواي يحب الحركة والتغيير كثيرا فصعب عنده أن يؤدي كل شيء على الوقت ولكن الدسبلان التحكم في الذات جدا مهم بالنسبة لك هاي الوقت احذر في ماذا تضع طاقتك وأيضا احرص على شكلك شكلك جدا مهم راح يعكس نفسيتك إذا كان عندك أي رغبة في أن تخسر الوزن أو تغير من شكل جسدك عن طريق الرياضة أو هاي الأمور في هاي الفترة التغييرات راح تكون جدا إيجابية وسريعة معاك على الجانب العاطفي عندك كرت العالم كرت العالم هو بالنسبة لي كأنك انتهيت من فصل معين في حياتك فصل المتعب اللي تنتظر فيه نتائج لأنه قبل الثمانية يأتي سبع الخماسيات وقت الانتظار للنتائج انتهى هذا وقت تحقيق النتائج والانتصار بالنسبة لك كرت العالم امرأة في المنتصف كأنما ختمت شيء أو نجحت في شيء أكملت فصل معين مهمة معينة ولديها الأبراج الأساسية أو الفيكس ساينت موجودين حولها ابدلوا العقرب الثور والأسد هاي الكرت بالعادة يعني الختام ولكن انت يعني لك شيء أكبر من الختام في هاي القراءة انت انتصرت على شيء جدا صعب ولكن الشيء الصعب مو فقط في الظروف المحيطة لك أو في الأشخاص اللي حاولوا أن يأذونك يسحبونك للوراء كل ما تتقدم خطوة للأمام تحاولون يسحبونك خطوتين وراء انتصارك مو فقط على هاي الأصعدة وهاي الأشخاص انت انتصرت على نفسك احتمال انك في السابق كنت دائما تشكك في نفسك عندك مخاوف هل سأنجح هل سأصل هل هل أستطيع أصلا أن أنجح كان دائما في مثل الصوت اللي يسحبك أيضا إلى الأسفل انت انتهيت منه وإن كان على المستوى العلاقة أو العاطفة انت انتهيت من هاي العلاقة انتهيت من الأشخاص اللي لا يفيدونك اللي لا يضيفون إليك انت حين كأنما انتهيت من مرحلة التطهير خلاص مريت بالتطهير طلعت جديد عندك فصل جديد وتحت هاي الكرت عندنا ملك السيوف يعني انت مش بس طلعت من التجارب القديمة بشكل جديد أو بحلة جديدة انت طالع منها وانت في أوج أو أقوى قوتك قوتك هي الهواء السيوف انطالع منها ملك السيوف انت ما خرجت من التجارب كفارس أو كملكة انت خرجت كملك انضج طاقة للأبراج الهوائية هي ملك السيوف انتان جدا عارف حالك أحس هذا الشخص أبدا يعني انتهى حتى من مرحلة الأسئلة مع نفسه خلاص وصل مرحلة يعرف شعار الدلو أنا أعرف هذا هو شعارك انت فعلا انتهيت من العلاقات السودوية احتمال علاقة معينة مع شريك التاري يخبرك انه وان كنت وان كنت ولكن ما أتوقع ان كنت غير سعيد ان هاي العلاقة انتهت على المستوى العاطفي هذه العلاقة كانت تجهزك لمرحلة ما قبل النهائيات انت خرجت منها جاهز الحين انت مستعد عشان السعادة اللي تأتيك بعدها البداية الجديدة انت الحين مستعد لها بس كان لازم يتمر بهاي العلاقات الفاشلة او العلاقات اللي ما توصل الى مكان ما تعطيك حقك هذه انتهت الماضي مثل ما أقول لك الماضي انتهى منك فقط اللي باقي عليك انه انت انتهي من الماضي خلاص انتهينا لا ترجع الى الوراء بتفكيرك لا يصير عندك حنين للماضي ايضا في تحذير لانه مع ملك السيوف جنبه ستة الاكواب دائما الحنين الى الماضي احنا دائما نتذكر الماضي افضل مما هو كان في جزء من العقل جاء دائما يجمل الماضي عندما نتذكر شخص من الماضي دائما نتذكر اللحظات الحلوة ولكن اذا فعلا سألنا نفسنا استخدمت انطاقة العقل عندك والتحليل فعلا سألت نفسك هذا الشخص شلون كان يعملني رح تكتشف انه في جوانب انت ما ما حطيتها بعيني الاعتبار في ذكرياتك وحنينك لهذا الشخص في جوانب هو كان مقصر هو كان اناني هو كان ما يعطيك حقك هو كان ممستعد للارطباط هو كان ما يسأل رح تكتشف رح تطلع بلستة للاسباب او المشاكل اللي كان يعاني منها هذا الشخص فاحرص ان وان صار عندك حنين الى الماضي ان تذكر الوضع كما كان بالضبط لا تجمل في عقلك لا تخلي عقلك يلعب عليك لان دائما في جزء من العقل يجمل الماضي قدتلك ولكن ارى ان اكثركم عارفين هذا الكلام كله وصلت الى تصالح بشأن هذا الموضوع لان في النهاية انت الدلو انت الماستر طاقة التحليل والاستنتاج عندك تملكها انت طبيعتك هكذا الاخبار اللي تتوقعها من في المستقبل ايضا لذكرت العدالة برج الميزان بالنسبة لي اذا كان في اي امور متعلقة انت احتمال انك ايضا تنتظر موافقة معينة تأتيك بعضكم ينتظرون موافقة بعضكم ينتظرون توقيع عقد او في امور ايضا متعلقة في المحكمة او في الشرطة في الجزء القانوني من الدولة رح تخرج منها ايضا انت منتصر رح تخرج منها منتصر على شخص تعاملت معاه في الماضي سواء شريك سواء تعاملت معاه في مجال البزنس الحظ والانتصار رح يكون من صالحك انت لان الكرت هاي طالع فوق الشخص اللي من الماضي كرت العدالة العدالة الالهية رح تحققلك مو بس النجاح اللي انت انتظره من زمان النصر رح يصاحبه نصر على شخص من الماضي احتمال انك انفصلت وعندك ابناء او انفصلت من زواج ففي المحكمة او في الجهاز القانوني للدولة انت ايضا رح يكون عندك انتصار وان كان عندك اي شيء في المحكمة ايضا رح يكون لك انتصار رح تحصل على ما تستحق رح تخرج من الموضوع منتصر انهيته تنهي ومنتصر ايضا لديك طاقة مثل التباهي احب نفسك انت كائن في النهاية خالد نوعا ما لانه عندك روح لا تنسى وانت ايضا من الممتع ان ان الناس يكونون حولك الناس دائما ينظروا لك ان انت نجمة الناس يستمتعون بوجودك في محيطهم ولكن فقط انت لا تظلم نفسك لا تجعل التشاؤم او حتى اشخاص معينين من الماضي يحسسونك بالذنب انت لم تخطأ انت على حق ستخرج من الموضوع منتصر وانت فعلا تستحق هاي البداية وهاي النجاح اللي يقات ان شاء الله في طريقك فعليك ان فعلا تحب نفسك يعني خلك هاي الفترة خذ من طاقة النار والتراب افضل ما يقدمونه لك التراب طاقة الرخاء والاموال والنار طاقة الانتصار والفخر والاعتزاز بالنفس طاقة برج الاسد اللي موجوده هنا جدا مهم بالنسبة لك لا تكون في قوقعة بعد الان وخل الناس ترى حقيقتك وايضا رح اسحب لك كرت تبع ما يجب ان تعرفها او المفاجآت اللي يخبيها لك رينماستر تعكس نفس هاي الطاقة شخص يعمل والناس نيام يغلق على نفسه جميع الابواب يتخلص من جميع الاشياء اللي تشدت اندباهه وتركيزه يغلق الباب يركز على حرفته وعلى صنعته احتمال انت حاليا قاعد تبتدي مشروع جديد حرفه جديده هواية جديده ركز فيها وتفاصيلها لان هاي التفاصيل هي اللي راح تقيدك الى الرخاء الماضي اللي انت دائما كنت تحلم فيه ولا يتشدت انتباهك لا يتشدت انتباهك بالحنين الى الماضي بالشعور بالذنب بالشعور ان انت مثلا ظلمت احد انت على حق وهذا الشيء راح يبين عندك في المستقبل ويتضح واللي تعمل عليه في الخفاء راح يظهر الى العلن مثل النجمة في النهاية الا ما تبين انت الا ما تشتهر الا ما يطلع صيتك في مجال عملك وتحصل على الاشياء اللي كنت من زمان انت استحقها ولكن الغريب في الامر انه راح تأتيك دفعة واحدة يعني الشيء مثل يوم وليلة فكون مستعد